السلام عليكم مع سلامة مرحبا احوالكم يا ربي تكونوا في أحزن الأحوال وات يبهد فرحانة ليسر اليوم كجيت باش نعملكم فيديو خاص بالجروب نعطيها الصحة الأدمن الأدمن مريم أعطيتني فرصة باش نشح لكم أكثر نعتذر اخر مرة عملت البوست هنا وقلتكم يجيوا في الخاص لكن حصلت الظروف ما نجمتش ما عارس كيفاش نتصرف بما أني أنا جديدة في المجال هذية على كل حال أنا اليوم جيت لكم جيت باش نشح لكم مباشرة كما هكا بصوتي وللناس كل مرة واحدة وإن شاء الله بإذن الله نوصل المعلومة كما يزم خطر معلومة مهمة جدا ومفيدة وغنية بكل ما من معنى غنية فعلا صحيا وماديا نبدا وساعة بنقولوا واحنا بشنا بنحكيكم شوية على الشركة الي جايب المنتوج هذا أنا شفتولي تصويرتي آخر مرة كيفاش ما شاء الله يعني صورتي تندق مش لازم أنا نتكلم ونحكي على روحي وشنو عملتو شنو الصور القديمة وجديدة نفس اللبسة يعني لكن مختلفين للوقت مختلف في ثلاثة شهور بهي بالنسبة بالنسبة للشركة هذية عندها مئة سنة شركة تعمل في المنتوجة في المكملات الغذائية أنتو متعرفوا قديش تغير طوكب بش تمشي مثلا الوقت متيعنا الزمن هذية كيتمشي أنت بش تشري مثلا نقولوا نحن الخضرة سلق بطاطا لوحو لخوم فارينو كله 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 ولا في مواد متسممة حشيكم مواد مصرتنا معنايا ما فهميش والمواد الكي موايق مليانة مليانة في المنتوجات هذية ماذا وجدت تعمل الشركة هذية؟ شريت تراب أرض يعني أرض في الصين تايلاند في تشينا المهم أخذت أرض وزرعتها قبل ما تزرحها جدد الأرض وعملت فيها الفيتامينات وكل معناها جدد التربة متاع الأرض جددتها كانت التربة متاعهم وقتل يأكل ومنها ديريكت مية في المية منتوجات مية في المية بيو وأورغانيك ويعني في كلها فيتامينات ما فيهش علش البنية متاحة مقوية على خاطر الأرضية متاحة ما كانتش وقتها المكاملة ما كانتش وقتها مبيضة الحشرية ما كانتش الكيميائيات ما كانتش الدخانات ما كانتش المصانع هذية كلها كانتش موجودة بكثرة فاقضات على الفيتامينات الطبيعية المفروض نحن نلقوها طبيعي في الخضار والغلة واللحوم حتى اللحوم وليت بروتينات ولو يعطيوه للحيوانات اللي احنا كم العليلش والبقر والجيج ولو يعطيوه فيهم بروتينات اللي هي ضد صحتنا احنا بيه شنوه جيوه عملوه جددوه الارض وعملوه السميم من القديم المهم باديك زرعوه زرعوه جيبو منها الماتشا والحاجات الكول الماتشا والكلورو فيه حتى القاهوه انا من الفضل عندي تو نشر من نشط كين قاوه تموه بيه الحاجة انا الحقيقة اول ما تعرفت على الهدايا حبي مخص فما ما تفاصيل اكثر بعد كي تدخل ان شاء الله وتقتنع وطولي تعرف عليها اكثر تاريخ على الشركة ديلي هي عندها مئة سنيه الشركة دي وموجودة في سبعين دولة كندا وامريكا واوروبا واسيا وبعض الدول العربية مش موجودة في تونس مع الاسف بيه انا اول ما عرضت عليها واحدة تعرفني انا اسمينا عندي روماتيزم حاشاكم فقتلي هي بنت عامية تسكن في تونس قتلي شوف هادي علاش ما ما تمشيش تنقص رو هادي شارك سمعت عليها بلاك دي وراو نتائجها اما بها رئيس وشوفت الناس كيفاش مجربتها بما انا هي مجربتش تسكن في تونس. انا مجنونة حاشاكم على حكاية الطبيعي المواد الطبيعية نموت عليهم نحب الحاجات الطبيعية على الاخر ودي منتبع عليك الدكتور عادل عبدالعالو وقدمت ودكتور الفايد حسين الحقيقة نحب المال الحاجة هذو ما ترميت من قولكم مشي رميت لا ربع مشيت غاديكا تصلت بيهم ابعتتني واحدة من كندا مشيت اسمها الليلة تصلت بيها الحق فرحت بيها ومعني وعاونتني خاطريني باش نشري زيدة انا قتلها رو هاكو هاكو هاكا مقابلتني بالاخصائي الاخصائي قطي نعتيك البرنامج كله تشري يعني كامل وان الحقيقة موافقة علي شريط البرنامج مش كل وقت يكلفني يعني اقربة الف طوى الف الف كدولار عادي عندي الخاطرين نحب الصحة ونموت على الصحة ما همني برغم من مش قاعدة نختم اوكي ربي فضل ياولادي وانا كنت قبل لنخدم عندي فيزا صغيرة معنا مش ما فيهاش بارش المهم قطل اوكي انا نحب ناخد البرنامج قطي تحب تاخو اللي يدعب بركة ولا كيفاش قطل انا نحب لناخد البرنامج كامل لانه فعلا البرنامج كامل يخطي ينظف لي عنده مكلين زا ذاكي نبدأو بيه ينظف جسم يردو كينك بي بيه يبكل شي الخلايا كل يجددها يعني كينك مولودة جديدة حتى من الجينيات يبدلهم الخلايا الميتة يتنحاوا يجددو خلايا جديدة يعني جينيا في العمر يتطلع يعني ترجع كينك كينو واحد صغير يعني في العمر يكينو المهم هذي بعدك كل واحد يعرفوا على روحو تعملوا سيرش دا بروسك المهم اخذيتو الحقيقة اينا الحمد لله اخذيتو من هنا ولي تنجي والله كنت والمرة كيني مشي الوال مارت باش نقضي كيني مشي الوال مارت نقعد على كرسي نمشي للسوق نمشي تشينوه كل اي بلاسة نقعد على كرسي من نجمش هما يبدو يدور ولادي وراجل وكل وين اللي من نجمش بعدك استعملت البرنامج هذيه في ثلاث ايام وليت نصلي ساعا النسجد اللي انا كنت اول مرة على كرسي ولا واقفة والواقفة احسن اللي من نبدأ حتى على كرسي تجعني سقاي مركيبي خاصة وهذا اللي عنده لو جاعة ذيه يعرفوا الكلام اللي نقول فيه هنا صحيح بعد بجمعة وليتنا طلع لك الجبل نمشي لخمسة كيلو مترات سبعة كيلو مترات مركلة اللهم صلي عني بي وقت اتأكدت لي منت وجيت متاحهم كما يحكيوها الناس وصدقتهم لحقيقة وان شاء الله انتوما ندعوكم باش تجربوه خاصة هذا متاع المنتوج متاع اللي كنت انا نعمل برنامج كامل انتوما عاملو لهم عاملو زوز منتوجات فقط زوز منتوجات باك واحد حتوما بعضو هرخصوا فيه الصوم شوية اللي يحب يشيره نبعث له انا رابط ويدخل ريفيران لينج يدخل يشريه على روحه ويرقاه ويشريه على روحه هنا في كندا متوفر برش الباك اللي يحب ياخذوا من تاع كندا عادي يعني طعم عادي اللي يحب ياخذوا من امريكا ياخذوا طعم الليمون او طعم الجنجر او طعم الليمون جنجر مع بعضهم واحد يتشرب في السباح اللي يماتي والثاني يتشرب قبل الفطور وقبل العشاء بعشرة تقايا قسمه بالانس روحه 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 خلنا نحكيكم مع اللي يماتي اللي هو يقهر ويحرق الدور خلنا نعتيكم بلمحة صغيرة باش منحبش نطول برشا ومبعد تقلقوا يعني ولي يسر عليكم بهي اللي يماتي اللي يمنح يمنح الطاقة والمزاج والصحة وهذو ما الثلاثة موجودين ومهمين جدا 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 في حياتنا اليومية عوامل لها اهمية قصوا في حياتنا اهم الفوائد متاع اللي يماتي وهذا اللي نخذه الصباح هذي فقط صباح من غير ماكلة وتو تجربوه وتشوفو كيفيش بديل القهوة يعني وقت اللي تشربوه هو اللي يكون محش ع القهوة ما عشوش القهوة صيح سبحان الله يعوض لك القهوة ذيك يعطيك الطاقة وفي بداية يومك يعني تبدأ بتاقم الصباح اللي انطلقت يعطيك طاقم شاء الله ونشاطر الله اكبر به يوازن السكر في الدم هذي اللي نماتيب تشربو في الصباح صلش يبرك في الصباح وطولنا عم نوريكم التصوى يساعد على التركيز اهم حاجة التركيز احنا نتلقانا لنخدمو في الشارع ولا في الديار مع ولادنا ولا نطيبو تلقاه واحدة تخدم في النهار وفي الليل تتراجع أكل يخدمتو كل في النهار راجل ولا امرأة يبدأ يراجع مخو يراجع أكل يعملو في النهار سواء كان في البيرو متاعو في الخدمة ولا في دار ولا مع مرطة ولا مع ولاده ولا صغير يقرأ ولا تلميذ ولا في الجامعة أكل كل يبدأ يراجع أكل مخو مرتاح هذا يساعدك يشربو في الصباح صلشي كامل في 300 ولا 250 ملي ما يشربو يريحو ويخليه يرقد وهو مرتاح البالانس الحاجة الثاني الباكو الثاني اللي عملوه البالانس هو منتج الأول في تخفيض الوزن أول منتج وأحسن منتج في تخفيض الوزن بأمان وفاعلية أكيدة أهم الفوائد متاع البالانس هذي شنون؟ التحكم في الشهية بشكل طبيعي يساعد على فقدان الدهون الصعبة بشكل تدريجي بشوية الدهون اللي يحنا متراكم على جسم إنه شفت قديش عندي يومية متين انت بجعت كي شبت صورتي هكيكة وفرحانة بروحي كيفش وليت بصراحة يعني عاوم بش يضوب الشخومة دي تدريجي يحافظ على مستوى الكولوسترول في الدم يحافظ على مستوى السكر في الدم يحسن نسبة الكولوسترول يحسن نسبة الكولوسترول المفيد والدهون الثلاثية معناها يحسن بنسبة الكولوسترول في الدم هذي المفيدة يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم يساعد وسبحان الله معناه يعملوا رقلاج ورقلوا موروا باش ما يطلعش أكثر ولا ينقص أكثر كما خلقوا ربي يساعد على تعزيز حركة الأمعاء هذي هو المهم إدارة الشهية والتحكم فيها بشكل طبيعي يعني سبحان الله حاجتين باركة زوز بكويت باركة يعملوا الحاجات هذومة ونقصيل طبعا مع الرياضة مع الرياضة مع الماكلة الصحية واللي بشيشري منكم تقعد معايا في الخاص نتابعها كيف يشتاكل ونبعث لها الوصحنا كيف يشتاكلهم ونقول لها فانا وقت تاكل فانا وقت شنو التعمل معا وشنو الرياضة تعمل أنا نعرف أنا لقدامكم نعرف رياضة متابعتها على الدكتور الله يرحموا الفقيه هذي كهيلي ذوبت لي كرشي أكثر من الحمدولة ويدية يعني حركات وانتي قاعدة في الدار وانتي طيف الكوجيلة تعملهم في الدار حركات تنفس أنا جربتهم قدامك وشوفتوا قديش هما نقصتها أنا على كل حال أنا شوف نقول لكم انتو ما تديكم لك اللي تشوف روحها اللي هي ناقصة وزن تحب تنقص وزن اللي هي زيدة وزن على العادة إن شاء الله حتى عشرة كيل ويلزمها تنحيهم هذي تستعملوا انتي شهر إذا كان ممشيش معاك ومثلا لسبب ما وتحب ترجع الشركة ترجع لك فلوسك هذي باش الناس كل واحنا واضحين من انتي تجرب وشهر تشوف فتوارك الله وتسمع كلمي ونتبع كنف الخاص بإذن الله خطوة كما عملت مع نفسي نعمل معاك ونعاونك في كل شي حتى من رياضة وبعد إذن الدكتورة إذن الأدم النجم نعمل لهنى الرياضة خاطر هنا بتاع نساسها فيه ما نحشمش البرر في اليوتيوب ما نحبش عملتها شوية وبطلتها لحقيقة ما نجمتش نعمل نعاونكم تعملوها وتعملو الرياضة حتى لي نتوصل الوزن انتاع شهر إذا كان انتو ما حابين تكملوا وتشريوا وطبعا بعد إذا كان حبيتوا زادت تغيروا رأيكم وتقمنتوا بالشركة هذه وبالمنتوجة المتاحة وتعرف روحكم باش تنجحوا كما أنا دخلت وقت اللي نجحت وجربتوا بالجمعة الأولانية قررت أنا جمع باركة عرفت روحي أنا باش ننجح ودخلت وكاو كاو 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 ديستوريبتر ودخلت وليت نخدم رسمين معهم والحمد لله ناجحة كبيرة ناجحة كبيرة كبيرة برش انا طوى هذي باش نقص عليه على خاطر تكلمت على المنتوج بركة واول الشركة شنو اسم معناها الشركة وشنو تاريخ شوية بالشركة باش نحكي على الخدمة باش تولي برشة طويل انا باش نقص لهنى باش نعمل فيديو اخر على الخدمة نحاول باش ما نطولش فيه باش نجموا نهبطوا في الفيسبوك وفي اليوتيوب الاثنين ان شاء الله يعجبكم على كل حال وان شاء الله تقتنعوا وتحبوا كما انا اقتنعت اني نحب بروحي فعلا المرأة يزم تحب بروحها تدلهاب روحها وحاجة كمن هذيك خسارة مش خسارة في جسمي خسارة مش خسارة في جسمي اني انا نشربها ونبدأ رشيقة وفي السيط نبدأ وقت الجيب ووقت السري والوقت اللبسة ووقت ووقت العروسات ووقت الفرحة ووقت الدنيا كل خاصة لكاتت حال تونس وطوفل ووباء ان شاء الله يا ربي يرفعن الوباء الروح لتونس وحنا لباس مرتحين متفرهدين وشيك وسامباتيك واللبسة ولا كرش ولا حتى شيء الحمد لله ان شاء الله باذن الله ننتظر منكم اللي حبي يشري يجيني على الخاص نعطيه هذي ما تضحكوش علي الخاص خاتم النجم شوي مش نحطو هنا لازم تضيوني على الخاص باش نعطيكم ونوريكم كيف يشتشريوه هو رابط او ربما نحطوه هنا في رابط هنا انتوما وين كان في كندا تمشي وتبدلوا العلم في كندا او امريكا قدتوكم المنتوج موجود في امريكا بنيين بصراحة يعجبني واذا كنت شريو من كندا زادة كيف كيف انتو انتو احرار تبدلوا العلم البنيين مش تشريو وتعملوا معلوماتكم وتدخلوا تشريو نفس الرابط اللي أنا بش نبعثوه هذيك خاطر رابط من الكون تمتاعي يعني أنا بش نعطيهو لكم انتم تشريو به بش دي اقل اقل فلوس لانو وحدكم التنجموش تشريو ولذي ان شاء الله على كل حال كفيتوا وفيتوا ان شاء الله المرهدية وضحت لكم بالجدية على المنتوج ماشاء الله فطوى ما بقالي إلا نقل لكم بسلامة وان شاء الله منتقنا في الفيديو الثاني اللي هو على الخدمة والمشروع اللي قدتكم عليها يلا بسلامة باي باي